وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هناك مرسل أكسرانيوز عوض الغنام عوض بالتأكيد لديك مزيد من التفاصيل إليك نعم تعال بالفعل على مدار سلسة أيام يجتمع وزراء الإعلام العرب هنا في القاهرة تحت رعاية كريمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أشهد بها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سيد أحمد رشيد الخطابي مؤكدا بأن رعاية سيادة الرئيس لهذه الدورة يأتي في دعمه لمسايرة العمل العربي المشترك وفي القلب منه دعم الإعلام العربي بكل صوره وأشكاله وانطلق بعد ذلك أحمد رشيد الخطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في رصد أو في سرد الرؤية العربية الممثلة لجامعة الدول العربية في أهمية هذا الاجتماع في ضوء الاجتماع السابق الذي حدث في مارس من العام الحالي في بغداد صدفته العاصمة العرقية في بغداد وانبسق منه عدة أمور وقرارات مهمة ربما أهمة على الإطلاق الاستراتيجية العربية للإعلام والعمل المشترك في سياق هذه الاستراتيجية والتي تستمر على مدار أربعة أعوام بدأ من 22 حتى 26 وبعد ذلك كانت هناك مداخلات من السادة الوزراء والآن انتهت الجلسة المفتوحة المفتوحة وهناك اجتماعات مغلقة سينبسق عنها بعد قليل ربما ما بين السنية إلى السلسة بيانات ترصد أهم ما جاء أو بيان إنجاز التعبير أوحد يتم من خلاله رصد أهم ما تم من الموقشات بشأن هذه الاجتماعات التي تصدفها القاهرة خلال هذه الفترة على مدار ثلاثة أيام لكن ما إلى علمنا بأن هناك محاور مهمة دعاء سيتم النقاش بشأنها التحديات العالمية منها ظاهرة كورونا وكيف يمكن الاستفادة منها فيما هو قادم بالنسبة لوسائل الإعلام العربية الإعلام التربوة كيف أن يدخل إلى جزء مهم من التعليم عموما كمؤسسات تعليمية في العالم العربي الموافقة على الطلب الفلسطيني أن يكون التاسع من مايو من كل عام هو يوم عربي والاحتفال بالإعلام الفلسطيني وهناك أيضا دور العالم العربي من حيث وسائل الإعلام الرسمية في التعاون مع مؤسسات عالمية مثل جوجل وفيسبوك كل هذه الأمور وغيرها سيتم النقاش بشأنها وسيظهر ذلك جاليا في البيان الرسمي الذي سيصدر عند الساعة الثانية إلى الثالثة من ظهر اليوم عوض الغنان جزيلة شكر لك على هذه المتابعة